مرحبا بكم مع خبر اليوم عنوان الخبر هو أنجيلا ميركل سوف تتنحى في 2021 تاني يتنحى عن السلطة وهنا هذا الفعل استخدم في المستقبل لأن ستتنحى في المستقبل في 2021 أنجيلا ميركل في ألمانيا قالت بأنها ستتنحى كمستشارة في 2021 بعد أزمات أو نكسات انتخابية حديثة ستتباكس نكسات ستباك نكسة election انتخاب recent حديث فالوين يعني بعد أو فيما بعد الشيء الذي أتى بعد جمانيز أنجيلا ميركل has said she'll step down as chancellor in 2021 following recent election setbacks وهذا ما قالت she told a news conference in Berlin قالت في مؤتمر صحفي في بيرلين I will not be seeking any political post after my term ends لن أسعى وراء أي منصب سياسي بعد نهاية ولايتي مصطلح term term تعني ولاية الولاية الرئاسية I will not be seeking لن أكون سعيا وراء سعية وراء I will not be seeking any political post منصب سياسي أي منصب سياسي any any أي any political post أي منصب سياسي after my term ends بعد أن تنتهي ولايتي she also said she would not seek re-election as leader of the center-right CDU party in December she has held the post since 2000 وقالت كذلك she also said بأنها لن تسعى لإعادة الانتخاب she would not seek re-election she would not seek re-election re-election تعني إعادة الانتخاب كقائدة as a leader كقائد أو قائدة للحزب الديمقراطي المسيحي المنتمي ليمين الوسط CDU تعني CDU party حزب الديمقراطي مسيحي center-right يمين الوسط in December she has held the post since 2000 وكانت تشغل المنصب منذ سنة 2000 she has held the post كانت في المنصب she has held the post since 2000 لاحظوا هنا استخدمنا present perfect she has held لأننا ذكرنا فترة منتدة من ألفين إلى الآن دائما عندما نستخدم since فنحن نستخدم present perfect هى مرحلة خبر تركيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر